كابدان اسمعين انت اشتغلت مع فريرة في 2014 بحب انا بين السطور او الكواليس ايه المميز في فريرة ايه المميز في شخصيته داخل غرف خلع الملابس ازاي بتعامل مع اللعبين يعني وقت يتقل لك انه الميزة في فريرة انه قوش شخصية جدا وبيزعق وبيشخط ومالناس تقول لك لا ده هو شخص لطيف جدا وبيساعد اللعبين بس انا عشان افهم الفلسفة بتاعته ازاي قدر يخلي الشباب ينزلوا يلعبوا بشكل رائع جدا وازاي يخلي لعبين كبار مثلا زي الشكبالة ممكن يقبل يقعد على الدكة ومبسوط ويبقى قائد للفريق وبدون اي مضايا ازاي تقدر تعمل كل ده كريم هو كارزمة شخصية هو قوش شخصية جدا في الشغل انما خارج نطاق الشغل لطيف جدا مع اللعب وبعدين في نقطة مهمة جدا مقنع للعيبة وعادل يعني لما ولد صغير بيلعب بيتديره على طول لظروف ما يعني مثلا سيد نمار جيه فترة لعب لما حمزة كان مصاب وحزم امام مصاب لما رجع برضو لعب فبقى فيه اقناع وفي نفس الوقت هو بيحافظ على كيان اللعبة الموجودة بالكبار زي الشيكا وعارف ان هو ممكن يبدأ بيل ماتش او يلعبه نصف ساعة وهي في حالة حبة كريمة وفي حالة قناعة كده موجودة ما بين الطرفين ومناسبة شيكابالا كابتن اسماعيل في الاول لما كان كارتيرون موجود شيكابالا كان بيستهلك كنت بحيث انه كارتيرون بيحرق شيكابالا والشيكابالا مش قادر يفيد الفريق فكي انك تبدأ بيه المباريات كلها تبدأ بيه وتشغله يجري بقى يدفع ويهاجم ويشتغل بدني كبير جدا في اول المباريات انا طلعت وقلت يا جماعة ما هو شيكابالا مش المفروض يتحرق كده انت ممكن تستفيد بين شيكابالا جدا لصالح الفريق وتخليه هو كمان يستفيد جدا لو اشتغلته في اوقات معي وده اللي حصل مع فريرة يعني فريرة طبعا قاعد مع كابتن فريرة خلي بالك برضو شيكابالا اتشالت من عليه الضغوط بوجود نجم بيدير الفريق نقطة مهمة جدا يعني هو فريرة نجم ونجم كبير وجمهور الزمالك كله حطت عليه امل كبير وحتى قبل ما نتعاقد معه كل الناس تقول عايزين فريرة عايزين فريرة فطبعا هو جاي على احصان راجل بروف بالنسبة لنا فدي شالت الضغوط برضو من على عشان لو كان فيه اي تعصر شيل يا شيكابالا اي حاجة بتحصل شيكابالا كان بيشيلها لكن دلوقتي لا فيه مدرب وفيه فريق والامور دي يعني رياحة شيكابالا نفسيا داخل الملع فهو فيه اوقات مع كارتيرون كان مثلا بيبقى جاي من فترة اصابة ويلعبه وماتش كله طبعا انت بتحرقه يعني فهو لا هو بيتعامل معاه كنجم كبير جدا ويقدر يستفيد به وده ظاهر في مستوى شكابالا بالفترة اللي فات